ليس مشهدا تمثيليا أو فيلما تاريخيا هي قرية مخصصة للنساء الأرامل فقط قرب منطقة الدرباسية بريف الحسكة أنشأتها الإدارة الذاتية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي القرية بتتكون من ثلاثين بيت تابعة لأكاديمية ومدرسة ومستشفى للطب البديل في مطبخ عام بنص القرية في دكان للقرية كمان وفي كمان فرن للقرية حتى الآن تضم القرية ثمان عائلات فقط من الشداد وعين العرب ودير الزور بالإضافة إلى بعض النساء من المناطق العراقية لكن ذلك لا يعفيهن من العمل والأشغال العامة أنا وهافا الأميرة أخبز على التنور وحسنتي أنا قالوا أنكم تخبزون على الفرن الحزبية حسنتي أنا بي الرجال جاعد يخبزوا احنا يعني شغلة نهارين ثلاثة ريح ونخبز أنا وهافا الأميرة على الفرن ويعني تمام المعايزة من الشدادة بل حيوانات بل غنمات يعني تعلفهم تنظف جواهن يعني للمرة الأولى في سوريا تخصص قرية كاملة للنساء الأرامل فقط يمنع دخول الرجال إليها وتخضع لقوانين وضعها القائمون عليها وتعمل النسوة في مجالات عدة الزراعة وتربية المواشي بالإضافة إلى مهن منزلية اسمي أميرة بحمد عزو كنا نشتغل عند أبو راسين أنا وزلمتي وولادي لما توفى زلمتي ما كان في شي والله يعني موت ربو جلطة بعد ما توفى زلمتي جيت على بيت أهلي أمي وأبوي يعني مروا زلمي كبيرين بالعمر ما يقدروا يعيشون يعني أنا وولادي ضليت عندهم سنة يعني الله يعطيهم العافية بيت حمياني يبعثوا لي أهلي كارية بس مو مو هذيك يعني أنا عندي خمس أولاد وأنا فهم ستة ما يعني ما في هذيك يعني الإمكانية اللي كنت مثلا أولي أنا وزلمتي كنا نعيش فيها حالنا وولادنا بقى جيت هون لع قرية المرأة والحمد لله الهفالات يستقبلون أحسن استقبال ويقدمون لنا يعني كل شيء احتياجات وما يخلونا نحتاج يعني لأي شيء يعني كل شيء يخطر على بالك عم يقدمون لنا ومناقصنا شيء الحمد لله كل شيء يعني الفكرة لاقت استحسانا من بعض الناشطين فيما اعتبرها آخرون أنها لا تسهم في مساعدة المرأة بل تعزلها وتشتزئها من المجتمع اشتركوا في القناة